اقتراحات رائعة والديدة المائدة القرطي مني كيك بالحامض رائع جدا عشيش ورطب غير بجوجة البيضات مسمى بعجينة واحدة نحضر مسمى مربع مورق وملوي عامر بطريقة جدا سهلة وسريعة أيضا كي يجي عشيش ورطب بزاف بسم الله على بركة الله المكونات لدي هنا بصلة كبيرة مقطعة فلفلة حمرة وفلفلة خضرة مغصولين ومقطعين القصبرية بس الكامون سكينج بير تحميرة وشوية ديال الهريسة عندي زيت زيتون ممكن تعودوه بالزبدة او زيت نباتية ملح بحسب الضوء وغادي نوضع المقلات فوق النار مع التحريك المتواصل حتى كتبت العناصر الاولى البصلة مع الفلفل ممكن تدرو اي نوع ديال الخضر بغيتو ماشي شرط هاد الحشوة هادي كي يبقى لكم كامل اختيار كنخليها كطيب شوية كنضيف لها هنا جزرة واحدة وجوج حبات ديال القرع اخضر اللي مقشرين ومحكوكين بشكل طولي كنحرك العناصر جيدا ممكن في هاد المرحلة اضيفو ملعقة او ملعقتين من الماء كي يبقى لكم كامل اختيار كنضيف التوابل اللي اتكرت لكم حميرال هريسال كامون القصفر يابس وكنخلط كل شي مزيان مع التحريك المتواصل حتى كتب هاد العناصر هاكتب بسرعة في المرحلة الاخيرة كنضيف المعدنوس لكي يكون مخصول او مقطع كنتأكد ان العناصر طابت غادي نطفع عليهم النار خارج النار كنضيف علبتين ديال الطون مصفات من الزيت ممكن تعودو الطون بالكفتة بالتجاج كي يبقى لكم كامل اختيار نمرو لتحضير العجين عندي هنا 600 جرام ديال طحين ابيض فورس اللي هي ستة الكيسان معجوج كيسان من دقيق القمح الفينول اللي هي 200 جرام كنخلط هاد العناصر بجوج كنضيف الملح اللي كاتفقها بحسب الطوق ربع ملعقة صغيرة من خميرة الخبز كالطمس الاختيارية هي كتعطيها شاشة لمثمن وما كيدرش نهائيا ربع ملعقة صغيرة فقط ملعقة صغيرة من العسل ممكن تعويضها بالسكر ماء عادي من صنبور من روبيني وغادي نجل العجينة كما معروف على العجينة ديال المسمن كتبغي تكون متماسكة وتبقى كترتاح هاي بعد مجمعتها كتكون متماسكة غادي نبقى نديها ونجيبها ما غاديش ندلكها نهائيان غادي غادي نديها ونجيبها مزيان حتى كتنساجم العناصر كلها مع بند قطعة ديال البلاستيك اللي كتكون نضيفة كبتت فيها شوية ديال الزيت ونحط فيها العجين ديالي غادي تلبس في ذاك الزيت اللي في البلاستيكة ونغطع لها ونخليها كترتاح حتى نسالي شغل ديالي وعاد غادي نمر باش نكمل تحضير ديال المسمن خليها كترتاح أطول مدة مشي مشكلة ما تخافوش من الخميرة ما غاديش تفعل نهائيان انها قليلة كتزيت كتتطلق ديال العجينة وبحال الى كتتدلك تماما اللي بغا تدلكها بطبيعة الحال تدلكها وتخدمها مباشرة ممكن كنجمع العجين كامل هدا هو القاوم ديالي هلو كما تلاحظو قسمتها على 12 كورة هنا عندي الخلطة اللي فيها الزبدة والزيت وملعقة كبيرة ديال الناشا ملعقة صغيرة من الخميرة ديال الحلوة وغادي نضيف لها دقيق الفينو والنبات غادي نعطيكم القياس بالتدقيق شحال الضغط كندهن الكويرس بالزيت استا غادي نديرهم مربعين استا غادي نعمرهم بالحشوة كناخد الزيت وكنورق بالزيت هنا ضفت أربع ملاعق كبيرة من دقيق الفينو لهديك الخلطة اللي استعملت فيها تقريبا ثلاث ملاعق كبيرة ديال الزبدة ديال العلبة فقط نصف كأس من الزيت ملعقة كبيرة من الناشا وملعقة صغيرة من خميرة الحلويات وضفت لهم الفينو وكنخلط كل شي مزيان هاد الخلطة هي باش غادي ندهن العجين ديال المسمن هنا غادي ندير القسم الأول اللي استاة الكويرات غادي نديرهم مربعين عاديين واستاة غادي نعمره غادي نورق الطريقة العادية هادي مسمنة عادية كما لاحظوا كورة ثانية كنستعين بالقليل من زيت باش نقدر انني نورقها في الاخير عاد كنضيف هديك الخلطة اللي حترت هاد الخلطة كتعطي واحد القرمشة واحد العجين جربوها كندهن مزيان هادي غادي نديرها مسمنة هادية كما لاحظوا كل كورة غادي نخدمها بوحدها بمعنى كتكون رغيفة وحدة في المسمنة هنا كندير طرف حدا طرف مشي فوق طرف الفيديو كيش راح نقصوه واضح كنتويت مازال على جوج سبق لي وشاركتها معكم هاد طريقة هادي عدة مرات كنحاول انني نبسط هادك الشارط نعطي شوية دي العرض وكندهن بالقليل هديك الخلطة وهدي نطوي بحال هك هديك تعطينا رغيفة عادية نوريكم قطعة اخرى كندهن بالزيت اول حاجة حتى نرقق العجين هاد كندير هديك الخلطة هدي غنطويها رغيفة مربعة طريقة العادية المعتادة وكندير شوية من هديك الخلطة لا لاحظ شي شي ايجيانة شبك نديرها نوريكم قطعة اخرى كندرقق العجينة قدر المستطاع قد ما كترتح العجينة كتكون سهلة في الخدمة هدي كنديرها يعني كتكون رغيفة وحدة قطعة بعدة يعني طبقات باش كتجي مورقة وخد تكون غيو حدارها كتجي مورقة ورائعة ومورقة بزاف كتجي نحاول هدك الشريط نعرضه نعطي العرض هيا واضحة الطريقة هنا بعد ما كملتهم كاملين الحشوة ديالي ضفت لها الفرومج محقوق وقسمتها على السدية الكويرات غادي ناخد هدوك المربعات اللي درتهم برغيفة العاديين بطريقة المعتادة نبسط جناب ونخلي الوسط فين غادي نوضع الحشوة 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 ضروري كتكون بردة وطيبة من قبل ناخد جناب نقرص جناب بحلقة بربعة العجينة مع العجينة والحشوة والحشوة راكتبقى في الوسط ونزيد نجمع ذوك الجنيبات بهذا الشكل هذا غادي نجمعهم ونطلع العجينة الفوق را ما كتتحلش نهائيا ونزيد نقادتها بشكل دائري من عجينة وحدها قدرنا أننا نحضره نسمن مربع وملوي أغامر بعجينة وحدة فوق تقصير الحشوة اللي كتجي لتيدة بزاف كتعطي لما داقلية الحوت كنجمع الجناب كلهم الفوق ديال العجين ونقلبها وما غاديش تتحل نهائيا غادي نتأكد أنني سديتها مزيان حتى نكمل هاد الساديال الرغايف اللولين انتما نحط العجين على عجين ربعة الفوق ونبدأ نجمع ذوك الجناب باش ما تخرش منهم الحشوة طريقة سهلة وعمل يوم ممكن هاد الرغايف العامري دخلهم الفران كي يجيوا معتبارين لاحظو هنا خليتهم وارتاحوا واحد دقيقة ما كتتحلش نهائيا إلا قلبتهم مرقيتهم محلولين نعود نسدها بالعصوة ديالي مباشرة كنسخن مقلات ونحاول أنني ما نرققهم مش بزاف نرقز على الجناب ولبنت لي اشي جهة محلولة نسدها بالعجينة نسخن مقلات ونرشها بشوية ديال الزيت ونبدأ نطيب الرايف ديالي سواء العاديين سواء هاد المعمرين عنا غادي نوريكم حتى العادية غير المسمنة ضروري الوقت اللي كان نرميوها ما نخليواش أطول مدة على الجيهة ديالها كتتقلب مباشرة باش كي يجي المسمن ولا الملوي كله مورق من الداخل ما يجيش إلا خليته كي نشف المقلات كي يقصاح يعني ضروري مع التحريك المتواصل يعني ما نغفلوش علي نبقى واحدة ونحن نحركوه إلا بين تناشي جيها هكا بيضارة كنزيدو ونضغطو علها باش كتتتحمر هنا راني بسطها بطريقة العادية رغيفة هادوك اللي درت مطويين كنرش شوية ديال الزيت وحتها يغضين طيبة من اسطرقها غير ما نخليهاش أطول مدة على الجيهة الأولى كنخليها واحد ثلاثة ثواني هكا ونقلبها راح دوكي تنفخ يجي مورق وكنستمر في تقليب دياله حتى كتتحمر من الجيهتين كيجي رائع جيدا وخها غير غيفة وحدة كيجي معتبر كنتغطع لها هكا ب ملعقة خشبية كتجي هكا محمرة وزوينة وغنستمر نطيب العامرين هم اللولين عدن طيب الاخرين ميني كيك بالحمد مداق رائع جدا سهل سريع التحضير كيجي معتبر مداق ديالو لا يقاوم بسم الله على بركة الله المكونات عندي جوج ديال البيضات رشا من الملح كيس سكر فانيلا كاس إلا ربع كما تلاحظو ديال سكر سنيدا كاس إلا ربع من الزيت كاس إلا ربع من الزيت ونخطف بلكل جيدا عندي هنا قشرة الليمونة حامدة وعصرتها تقني ربع كاس من الحامض وما تبقى درتوما كنا ناخد ما نصف كاس ديال السائل فيها عصير الحامض والماء. كنفرغ الخليط ديال البيض والسكار والزيت. كنضيف عليه عصير الحامض الممزوج بالماء. الكيمية هي نصف كاس. كنخلط الكل جيدا. كناخد هنا الكأس الاول من الطحين كيكون مملوء جيدا. كيكون مغربل من قبل. كنخلط بواسطة الطراب اليدوي حتى كتنساجم هاد العناصر الاولى. هاد كنضيف الكأس التاني من الطحين. بعد يتلقاه المقادر مكتوبة ان شاء الله في صندوق الوصف. وفي اول تعليق في الصفحة ديالي في الفيسبوك. كنضيف هنا كيس ونصف من خميرة الحلويات ما يعادل عشرة جرام. كنحصل على قوام اللي كيكون هكا كاتف تقيل. كنضيف هنا القليل من بودور الخشخاش اللي هو البافو مسألة اختيارية كيتواتم على المدق ديال الحامض. كتلاحظوني كنضيفه دائما في الكيك او في ميني كيك. كيجي رائع جيتان كيعتو حد القرمشة. الى كان ديروه ما كانش ماشي ضروري. خديس هاد المول اه فرضيين. دهنتهم بالزبدة. ورشيتهم بالطحين. وغادي نفرغ الكيميون ديالرقائق اللوز. ممكن ديرو اكياس ورقية او المول ديالكاب كيك. وندخل لهم الفران متوسط درجة الحرارة. سخون من قبل واحد خمسة دقيقة. النار من اسفل فقط. كندخلهم ما كيخدوش لوكس بزاف لانهم فرضيين. كيخدو تقريبا بحدود عشرين دقيقة. ما كنشعلش عليهم الفوق نهائيا. فرن الغازة عندي بمروحة. ومن الافضل الكيك دائما نشعلو عليه غير لتحت حتى يطيب وكيتحمر. في حالة ما كيتحمرش لكم الكيك من الفوق. هاد ممكن تشعلو على الوجه ديالو. وهدا وشق الليالو النهائي كيجي خفيف بزاف قطني. رائع جدا. ما كيلسقش في هادو كليمول. هادو غير كافيك رامو كينديرو اي مول من الاختيار ديالو. وهدي هي الاشكال النهائية من كيك بالحامض كيجي رائع جدا. خفيف. رشيج. ورطب. العشاق الحامض. هاد يجي بكم بزاف. ومسمن بعجينة وحدة. حدرت مسمن مورق عادي. ورغيف. معمرين في المقلات كيجي ورائعين. والداد. حشوة اللي وسيطة في هالخضر. كيجي من اروع ما يكون. اقتراحات. نفعكم لمائدة القطي. كيما لحتو معين اللي مسمن كله مورق. ورغيف اللي معمرين هشاش. ورطبين بزاف. مدق هم رائع جدا. حشوة اللي بسيطة. اقتصادية. ممكن تديرو اي حشوة. من الاختيار ديالكم. وان شاء الله جربوهم. كانت معكم رايحانة كمان. ونطلقوا في فيديو جديد. ان شاء الله في امان الى.